قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد أنت قلت وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك ولك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله حجةً لنا لا حجةً علينا اللهم اجعله شافعًا لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال له قرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءًا ولأبصارنا جلاءً ولأسقامنا دواءً ولذنوبنا ممحصًا وعن النار مخلصًا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت سلطانه وبينت برهانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظامًا وأفصحك كلامًا وأبينها حلالًا وحرامًا محكم البيان ظاهر البرهان محروسٍ من الزيادة والنقص وعلى الطعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدرٍ مخضودٍ وطلحٍ منضودٍ وغلٍ ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صِرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإن طرتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت صلِّ على نبينا محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا نفَّسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فُكَّ أسر المأسورين اللهم فرِّج همَّ المهمومين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفوٌّ تُحِبُّ العفو فاعفوا عنا اللهم إنك عفوٌّ كريم كريم تُحِبُّ الدعَفُوا فاعفُوا عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما مُجيب دعوة المُضطرين مُجيب دعوة المُضطرين مُجيب دعوة المُضطرين نسألك اللهم رحمةً من عندك تُغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلا أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تُعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وذوي قراباتنا ومن أحبَّنا فيك ومن أحببناه فيك من النار يا عزيز يا غفَّار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفَّار اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها نصرها رزقها بركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود إله غيرك فيرجى وليس في الكون رب غيرك فيدعى نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلَّت لك جباههم وذرفت لك عيونهم لن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة وأن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يمِّن كتابنا ويسِّر حسابنا واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغين وصحة لا تلهين وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدًا في الآخرة كُلُّوا واشرَبُوا هنيئًا بما أسلَفْتُم في الأيَّام الخالية اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين وأبِلَّ الشِّرك والمُشركين واحمِ حوزة الدين وسلِّم المُعتَمِرين والزائرين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطْمَئنًا سَخَاءَ الرَّخَاءَ وسائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِحَ إمَّتَنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ إمامنا ووليَّ أمرنا خادِمَ الحرمَين الشريفين اللهم وفِّقه لما تحبُّ وترضَى وخذ بناصيته للبرِّ والتقوى وهيِّئ له البطانة الصالحة التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه اللهم يا كريم يا عزيز وفِّق عبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم أمِدَّه بالصحة والعافية وأطِل في عمره على صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجزه خيرًا كفاء ما قدَّم للحرمين الشريفين وقاصديهما ولما دعا إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم ونصرة قضاياهم اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة اللهم شُدَّ أزره بوليِّ عهدِه اللهم وفِّقهم وأعوانهم وأخو إخوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وإلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم يا ديان يا منان وفِّق عبدك محمد بن سلمان اللهم وفِّقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك ناصرين اللهم وفِّقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم ومجتمعاتهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكن إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنجِي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات يا سميع الدعوات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات نسألك أن ترحم أمة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأن ترفع عنهم الجهل والفقر والأمراض في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام وأن ترزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الكريم المتعال اللهم يا عزيز يا كريم يا وهاب احفظ المسلمين والعالمين من شرور الإرهاب يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالإذهابيين ومن دعمهم ومن ولهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أدم الأمن والاستقرار في السودان وفي الجزائر وفي بورما وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا في بلاد الشام وحقن دماءهم اللهم إنهم ضعاف فقوهم اللهم إنهم حفات فاحملهم وجياع فأطعمهم يا ذا الجلال والإكرام وعرات فاكسهم يا حي يا قيوم وأنقذ المسلمين من الفتن والمحن والرزايا والحواندث والكوارث والحروب يا ذا الجلال والإكرام وابسط الأمن والسلم على العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من وسعت رحمته كل شيء يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطايا ها قد رفعنا إليك أكفنا أكف الضراعة إليك فاللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل واجعلها تبني ولا تهدم وتجمع ولا تفرق يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق العلماء والدعاء ليدعو إليك على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق العاملين للإسلام واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة وبارِك في جهودهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رُدَّ عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا واحد يا قهار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا وأمننا ووحدتنا بسوء اللهم أنت حسبنا وحسيبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم عبرةً للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قُرَّة أعينٍ لأهليهم ووالديهم وأسرهم ومجتمعاتهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم من الغلو والجفاء يا سميع الدعاء اللهم أصلِح نساء المسلمين وجمِّلهن بالعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوالك والعتق من نيرانك والعطق من نيرانك والفوز بجناتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعده علينا وعلى بلادنا وولاة أمرنا والمسلمين في كل مكان بالخير والصحة والسعادة والأمن والإطمئنان يا واحد يا ديان يا كريم يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق رجال أمننا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما اللهم اجلهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للمسلمين والمعتمرين والزائرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم ورأيهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعل دعاءنا هذا دعاءا مباركا على من حضره وسمعه وشاهده يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا واجعلنا مستمرين على الأعمال الصالحة طيلة أعمارنا وتوج أعمالنا بالقبول اجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام وعلى سنة نبيك صائبة وارزقنا تحقيق التوحيد ولزوم السنة والسير على منهج السلف الصالح وأعذنا من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية والطائفية يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا المكان الشريف يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر اللهم 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 أكبر شكرا